هذه الزيارة للمقرد الحزب العدالة والتنمية في الرباط قد تجي في إطار البرنامج اللي تم تستيره هنا في المغرب اللي هو برنامج اللي بداته جامعة أمريكية اسمتها الورد لورنين واللي برنامج هو الموضوع دياله حول تغييرات المناخية الماء، الطاقة، والتغذية هاد البرنامج هو على شكل دراسة في الخارج واللي تم زيارة ربعا ديال الدول منها سان فرانسيسكو في الأمريكا منها الفيتنام المغرب ومن بعد الطالبة غيمشوا للفيتنام كان شهر ديال الزيارة هنا يا وكان شافوا مجموعة من المؤسسات وتم الاختيار وبصفتي زعمال مسؤول والمنسسيق ديال هاد البرنامج في المغرب قطار حتى تكون زيارة ديال العذلة والتنمية لأنهم كيقودوا الحكومة اليوم ولأنه في الحقيقة ما تكونش فرصة أخرى عند هاد الطلبة أنهم يدوم على حزب كحزب العذلة والتنمية اللي عنده مرجعية إسلامية لأنه حزب خاص بهذا المنطقة اللي احنا فيها وبطبع الحال حتى الضرف اللي جات فيه الزيارة ذيال الرابع العربي واللي من بين نتائج جياله أن مجموعة من الأحزاب الإسلامية هي الآن في الحكم لأنه كان من الضروري أننا نشوفوا الرأي للحزب مجموعة من القضايا للسياسية لا المسألة ديال تغييرات المناخ لا المسألة ديال الزراعة ولا المسألة ديال التعليم كذلك ترجمة نانسي قنقر